السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورجعنا تاني معكم احمد سامي وهنكمل موضوعنا بخصوص الويب تكنولوجي سيرفر سايد اتش تي تي بي ريكوست وريسبونس. في المرة دي احنا المرة اللي فاتت كنا تكلمنا عن ايه هو الا ايه ايه السايكل او ازاي بتعمل ريكوست وريسبونس وازاي بيتم التواصل مع مع السيرفر والسيرفر بيرد عليك ازاي? تكلمنا عن الحلقة كاملة. هسيب لك رابط الحلقة فوق تقدر تراجع عليها. في الحلقة دي ان شاء الله احنا هنتكلم عنه الريكوست والريسبونس فقط لغير كانترو. وشكل الريكوست والريسبونس اللي بيروح من الويب لي الويب سيرفر عامل ازاي? اول شي طبعا احنا بنعمل بس دي بنية تحتية. عندنا في الويب سيرفر بتاعنا في الهيدر. اول حاجة عشان تروح في الهيدر اول لين من فوق بيروح في الهيدر هو مجموعة الحاجات دي. دي الميسودز اللي بتستخدم في الاتش تي تي بي بروتوكول. ودي احنا هنتكلم عنهم في ان شاء الله في الحلقات اللي جاية. ولكن هما في اهم حاجة عندهم هما اربعة. دي معناها انت بتعمل ايه في الريسورس. ده هو رايح بياخد معي بعد بياخد معي بعد كده لينك للريسورس. مكان الريسورس دي فين? بياخد معي دي التانية. وبعد كده دي انت ممكن لو في عندك كويري بيتم على يعني مسلا على سبيل المسال او ده بيبقى شكل لو انت بتستخدم عادة. ده ممكن تحطه ممكن لا. فيه بعد كده عندك آآ مسلا احنا بنستخدم اتش تي تي بي واحد اتش تي تي بي اتنين او على حسب عنه بروتوكول بروتوكول زي ما تكلمنا عنه في الحلقة اللي فاتت هو نوع اللغة المستخدمة في التواصل في الويب تكنولوجيا فاحنا بنتكلم في حالية. في عندك بعد كده مجموعة تانية من بتروح مع الريكويست مسلا الهوست اللي هو 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 رايح فين الريكويست بالزبط فبياخدو معا للسيرفر ده على سبيل المسال بيعرف والريكويست رايح بياخد معه بعض البيانات عن مين اللي عمل اش اش والذي دا يعني زي رجائه من براوزر العしたذي دا جائه من ويب من تليفون هذا الجائه مسلا من اتاني خالص دي الفكرة ان حتى تلاحظ ان فيه في بعض لو انت مسلا مستخدم او حاجة هتلاقى مسلا لو واحد بيستخدم على سبيل المسال بيكتب من الدسكتوب. اخرى ان هو جاب من وعرف هو بيكتب منين. في عند لك على سبيل المسال دي بتتكلم في ايه هو علشان يعمل له فالي دي انت ممكن تحدد نوع او ممكن تخليها نجمة نجمة ودي معناها انت اكسبت كل شيء. ده شكل سريع للهيدر دي مش كل حاجة هنتكلم عنها بعد كده ونشوفها. في عندك بعد كده البادي. البادي ده بياخد داتا اللي انت عايز تبعثها للسيرفر مع الريكوست. الدي اي شيء. ممكن تبقى ممكن الدي تبقى ممكن الدي تبقى ممكن الدي تبقى ممكن الدي تبقى انت بتحدد على حسب نوع الدي تبقى اللي رايحة. ده شكل الريكوست بشكل سريع. هو بتكون من اللي انت شايفه فوق. وبيتكلم من اللي انت شايفه تحت. ودي صورة جاية من كتاب بيتكلم فيه بيشرح شكل الريكوست الاناتومي بالفعل عاملة ازاي هتلاحز ان احنا عندنا هنا. فوق مثلا مكتوب بوس وبعد كده الباس وبعد كده وبعد كده وبعد كده وهتشوف حتى في الريكوست هادر وهتشوف حتى فالدي حاجات اكسبت 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 وكيب لايب وقنكشن وبعد كده الباضي تحت اللي هو القلال. ده شكل سريع. ليه? الريكوست اللي بيبقى رايحة شواء تبقى عارف شكله. هنخش على الريسبونس تقريبا بالنصز ازاي آآ هيدر برضو بس الفرق حاجة في الهيدر وهو راجع بيرجع بالبروتوكول ان هو ده نوع المحاطسة اللي تمت عليه واحد ولا اتنين ولا ولا نوع المحاطسة ايه في الريسبونز. بعد كده بيجي لك ايه فكرة ده كود احنا بنستخدمه عشان تتأكد هل الريكويست تم بنجاح ولا ما تمش بنجاح. اشهر هم عندك متين يعني اوكي كل حاجة تمت تمام. او عندك ربعمية واربعة يعني دي مش موجودة وده بالاخصة مسلا لو جيت دخلت على الويب سايت. والويب سايت ده مسلا مش موجود. فتليه او الصفحة دي مش موجودة. فيجيب لك ايرو ربعمية واربعة. فيه في نفس الوقت بيجي لك معها في بعض النمريك مثلا متين واتنين يبقى المقابل لها اوكي. النمريك مسلا ربعمية واربعة يبقى المقابل لها هيبقى او تمام. بعد كده في عندك السيرفر ايه هو السيرفر اللي عمل ده السيرفر ده كان فين? مسلا او اي ان كان نوع السيرفر التاني على سبيل المسال او اي ان كان السيرفر اللي عمل اه يعني السيرفر اللي بعت الريسبونس ده ورجعه ليك تاني. في عندك بعد كده الكونتن تايب اه كونتن تايب ده عادة مش خاص بالهادر اللي بالرسبونس. ده بتبقى حاجة تانية هنتكلم عنا في انواع الهادرز. بس الكونتن تايب ده نوع الدياتا اللي انت استقبلتها. هل انت استقبلت مسلا تكست هل استقبلت اكسيميل هل استقبلت جيسون او انت استقبلت ايه ده بشكل عام احنا بنستخدمه مسلا عشان نعمل حاجة اسمها على سبيل المثال. عشان نقدر بعد كده نميز اليوزر اللي هيعمل مرة تانية. زي ما اتكلمنا نحن قولنا اه ده عبارة عن معناه انه بيستقبل الريكوست بيبعت بعد كده بيمسح كل شيء او اي بيانات عن مين اللي بعت دوت ومن اصل اللي خد هو عمل شغله ومشي. ففكرة بعد كده احنا بنستخدمها عشان مسلا نحط سيشن اي دي. ففي المرة الجاي وانت بتبعت بتبعت معاها السيشن اي دي. السيرفر بيبص على السيشن اي دي بقولك اه الشخص اللي كان موجود هنا قبل كده. فانا ممكن اه اه يعني انا احافظ على السيشن بتاعته شغالة باستمرار او احافظ على استمراريته في التعامل مع البيانات من غير ما كل مرة يقول لي انا فلان انا فلان او يعمل مسلا لو تلاحظ انت بتعمل في مسلا اي ويبصايت زي فيسبوك او تويتر او اي ان كان مرة واحدة بس. ده بيتم مرة واحدة بيروح للسيرفر بعد ما يتاكد ان هو انت لو فعلا الشخص المنقل فلاني ده اللي انت ادعيت ان انت هو ده بيبعت السيشن اي دي للبراوزر بيتخزن زي السيت كوكيز دي على سبيل المسال في المرة الجاية بدل ما انت بتعمل لوجن بالنيابة عنك البراوزر بيبعت السيشن اي دي دي. بعد كده السيرفر بيبص على السيشن اي دي بيتأكد ان اه الشخص ده موجود. فما فيش جاعة انت تطلب منه بياناته مرة تانية ودية على الرسورسيز اللي هو محتاجها. ده بشكل سريع عن فكرة السيشن اي دي. برضو عندنا موضوع البادي. البادي هي عبارة عن الداتا اللي انت استلمتها من السيرفر. وهي عبارة عن ايه الداتا اللي انت اخدتها من السيرفر دي. بتحدد عن من خلال طيب. وبرضا عندنا صورة تانية من نفس الكتاب وراء على بيوريك الشكل المفوق. مسلا ادي البروتوكول عندنا واحدة كده عندنا اللي هو وبعد كده عندك التكست اللي هو اوكي سيت كوكيز هتلاقي مكتوب جنبها جي اس جي سيشن اي دي. ده السيشن اي دي اللي احنا اتكلمنا عنه ان هو بعد كده بيتعامل مع السيرفر بالنيابة عنك وده عندك الكونتينت تايب كونتينت لينز ديت سيرفر وبعد كده البادي من تحت. ده كان شكل سريع ده وفي حاجة تاني مهمة عندنا اللي هي زي ما انت شايف احنا عندنا في عندنا اربع انواع في زي ما انت شايف ده بيستخدم في الاتنين في الريكويست والرسبونس على سبيل المسال الديت ده جينرال الكاش كنترول او ده جينرال وانا سايب فوق لو تلاحظ هنا اتلاقي فوق في لينك موجود في اخره ده عشان تقرأ عن البيانات بتاع اكتر وعنده كده الريكويست هيدر ده احنا اتكلمنا عنه في الريكويست نفسه بس في بعض الاضافات تحت زي مثلا الريكويست ده بيروح مع الريكويست وزي ما انت شايف هو مالوش اي علاقة بالكونتنت ده ايه بالزبط هو بس بيبعت بيانات معينا للسيرفر السيرفر بيستخدمها مالوش علاقة بهاندالة الكونتنت نفس الموضوع في الريسبونس برضو مالوش علاقة بالكونتنت بتاعة المسيج دي هي ايه اه بيبعتناها مسلا او بتاع الريسورس دي كان فين او السيرفر وده اخر حاجة او ده اللي بيدسكرايب للكونتنت عشان كنا كونتنت لانس كونتنت لانجوش انكو دينك كونتنت تايب والحاجات دي كلها خاصة بالانتيتي هيدرز فاحنا عندنا زي ما انت شايف اربع انواع من الهيدرز جينرال ريكويست ريسبونس وي انتيتي هيدرز وانا سيب لك الريور ايلز بتاعتهم كلها في الصورة اه هسيب لكم ان شاء الله اه في صندوق الوصف رابط لفولدر موجودة على جوجل درايف فولدر ده تلاقي في مجموعة من اه ممكن تحملها اعمل فاللي انت عايزه من ضمنها هتلاقي الريكويست ريسبونس دي برضو وفي نفس الوقت انا سايب لك دي كمان فيها المجموعة لينكز تحتاجها زي الهيدرز طيب مسلا والامج ريسورس دي منين بس ده ده اخذش بالجافا لان هو بتكلم في السيرفلت ده جافا سيرفرز ودي قنا بتاعتها على اليوتيوب لو حبيت لو ليك رغبة يعني ملكش مش مشكلة المهم ده كان عن ايه هو وشكل وعمل ازاي احنا ممكن نعمل حاجة جميلة جدا بشكل سريع نعرف ازاي نشوف دوت من خلال البراوزر ازاي اشوفهم بعناية بيعملوا ايه انا عندي عشان اقدر اشوف اي براوزر ايه شكل بتاع الريكويست والريسبونس هدوس رايت كليك وانسبيكت المنت هيطلع لي الجزء الخاص بالديفولبر ده واختار منه هتلاحظ ان كل حاجة فاضي هنا عشان انا ما عملتش اي لسه ما بعدتش ولا ريكويست ولا ريسبونس ولكن بص مجرد ما ضغط مسا هنا على نيوز هتلم اللي عندي بالزبط كل دي عبارة عن ريكويست اصراحة للداتابيز ورجع لريسبونس كل دي نتيجة اللي انا بعضته وادي ستاتس كود اهو متين 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 يعني كله وبكتوب جنبها اوكي وادي الطايب اللي هو الكونتين طايب اللي رجع لك انا عبارة عن ايه دوكمنت ستايل شيت سكريبت سكريبت اس اف جي انيشياتور وادي الحجم ولكن احنا يهمنا مسلا نبص على نيوز دي ونشوف عندك الريكويست يو ار ال ده اللي احنا اتكلمنا عنه ادي الريسورسز اسمها نيوز عبارة عن صفحة اه وادي الريكويست مساعدة عبارة عن جيت وادي الستيتس كوز متين كله تمام وادي الريفير اللي احنا اتكلمنا عنه اه بعد كده ادي الريسبونس هادر هو اعمل بشكل مختصر لو دوسنا هيجيبها لك بالشكل اللي احنا شفناه ولكن هو هنا بيجيبها لك بشكل انت تعرف تقرأ ولكن هيوضح لك كل حاجة ادي الهتش تي بي واحد ادي متين وادي الكونتن تايب تكست وادي الكونتن تلينس وادي الكونتن تلينس مرة تانية وادي الديت وكيبها لايب ده الريسبونس اللي جاءنا وادي عندنا الريكويست في حد ذاته عشان نشوفها ادي جيت ادي نيوز وادي الهوست ايجينت اكسيبت وباقي الحاجات المطلوبة زي ودي الكوكيز ودي اطلع لهو فعليا. طبعا هنا مفيش عند اي بادي ممكن نجرب نعمل بادي بشكل سريع لما نروح للسيناب مسلا. هتلاحز برضو عمل نفس الموضوع بالزبط. بس هنا مفيش اي حافش اي بادي. مفروض الريسبونس لا في بادي تقريبا. لا البادي فاضي. طيب. هنعمل حاجة حلوة ايميل مسلا هنا والباسورد برورم اي حاجة والاسم هنا وهنعمل عملنا المرة التانية نشوف تلتم واتنين. احنا يهمنا ان احنا نتأكد ان فيه عندنا بادي ادي الريكويست هيدرز اتبعت. وادي الفورم داتا ده البادي اللي احنا بعتناه مع الريكويست. ادي الايميل وادي الباسورد وادي انه. ده البادي اللي عملنا كده. هيزر لنا شكل البادي بالزبط ايميل. مسلا. بعد كده يساوي. بعته هو على هيئة ولكن عشان احنا بنستخدم فورم ففي الفورم احنا بنستخدم آآ بسم الله ما شاء الله بنستخدم فاحنا بنبعت كل شيء في البادي مش في اليوارل. وهي فكرة ان انا جاء لتلتمية واتنين عشان اتعامل تلتمية واتنين ده كود معناها ري داريكت اروح لمكان تاني. فانا اروح تمن الصين اب. لوح تليه الهوم بيج. تمام. ده كان شكل الريكويست والرسبونس في البراوزر نفسه وازاي تعرف منه بعض البيانات اللي انت محتاجها لو حبيت تعمل للابليكيشن بتاعك حبيت تعرف اللي انت شغال عليه حبيت تشوف بتاعتك حبيت تعرف اللي انت رايح له يعني مين اللي عمل الكلام ده اللي عمل الريكويست. دي حاجة اسمها دي انت هتحتاجها سي او ار اس هتليها برضو في اللينك اللي انا سايبه وتقدر تبص عليه بصا. تمام. اتمنى يكون الموضوع كان بسيط وكل حاجة كانت واضحة. آآ ان شاء الله نشوفكم على خير في الحاليات اللي جاية علشان نكمل باقي كلامنا بخصوص الويب تكنولوجي وازاي السيرفر سيتشغال وازاي بيتعامل او الويب مع الويب على السيرفر. كان معاكم احمد سامي ونشوفكم على خير ان شاء الله في الحلقة اللي جاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.